يعود الحديث عن السلاح المتفلت في الولايات المتحدة والسلاح الفردي بين الحين والآخر ليشغل الرأي العام الأمريكي الحدث اليوم في متجر وولمارت في أحدى مدن ولاية فرجينيا الأمريكية حيث أحصت الشرطة عددا من القتل والجرحة في حادثة قالت إنها تبدو فردية تمكننا خلال 35 دقيقة إلى 40 بعد إطلاق النار من الدخول إلى المتجر ووجدنا عددا من القتل والجرحة ونعتقد في التحقيقات أن مطلق النار شخص منفرد وقد تم تحييده في يونيو الماضي وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا وضع دوابط أكثر صرامة تتعلق بالمشترين الشبان للأسلحة وتوفير تمويل إضافي لبرامج الصحة النفسية وتأمين المدارس القانون عد وقتها بالإنجاز لكن أحصاءات امتلاك السلاح في البلاد لا تدعو للتفاؤل حيث أشارت التوقعات لمبيعات الأسلحة خلال العام الحالي إلى احتمال بيع نحو 16 مليون و600 ألف وحدة وفي المتوسط منذ عام 2000 يتم بيع أكثر من 11 مليون و750 ألف قطعة سلاح كل عام مقابل تسجيل أكثر من 34 ألف وفاة بحوادث إطلاق النار لكل عام وإلى جانب الحوادث الفردية شهدت الولايات المتحدة نحو 520 حادثة إطلاق نار جماعي منذ بداية العام الحالي في 37 ولاية وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل أكثر من 500 شخص لماذا لا يحل الملف إذن؟ لأن له بعدا قانونيا دستوريا حيث تتباين مواقف الجمهوريين والديمقراطيين بشكل كبير لناحية تطبيق قوانين أكثر صرامة لمراقبة السلاح